اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط عمق الشراكة الدينماكية وطويلة الامد بين مصر ورومانيا مشيرة الى التعاون الاقتصادي وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين جاء ذلك خذل كلمتها بافتتاح منتدى الاعمال المصري الروماني ببوخارست بمشاركة ممثلي نحو 130 شركة مصرية ورومانية في مجالات التجارة الخارجية وذلك ضمن فعليات الدورة الرابعة من اللجنة المصرية الرومانية المشتركة والتي اكدت فيها الوزيرة تطلع الحكومة المصرية الى تعزيز التعاون مع رومانيا في كافة المجالات كما اكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط ان فرص الاستثمار المتاحة للشركات الرومانية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري خاصة في مجال الطاقة المتجددة والهايدروجين الاخضر والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاء ذلك خذل ترأس المشاط ووزير الاقتصاد الروماني اجتماعات الدورة الرابعة لللجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي لبحث آليات تطوير العلاقات المصرية الرومانية التي تمتد على مدار عقود خاصة في ظل التطورات الاقتصادية على المستويين الاقليمي والدولي وفي نفس السياق اكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ان الحكومة المصرية حريصة على نعقاد اللجنة المشتركة باعتبارها آلية رئيسية لتوسيع سبل التعاون ودفع جهود التنمية من خلال تعميق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع نائب رئيس وزراء رومانيا وممثل الحكومة لبحث العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك في ضوء حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الروماني على كافة الاصعضة اكد وزير الزراع علاء فاروق حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه وتقديم كافة التيسيرات لمشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن جاء ذلك في كلمة لوزير الزراع خدل مشاركته في منتدى رجال الاعمال المصريين الرومانيين والمنعقد بالعاصمة الرومانية بوخارست مؤكدا على اهمية دور منتدى رجال الاعمال المصريين والرومانيين برومانيا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ورومانيا تابع وزير الاسكان شريف الشربيني سير العمل بمشروع تطوير منطقة مثلث مزبيرو بمحافظة القاهرة وذلك في اطار توجهات الرئيس السيسي بتطوير المناطق غير الامنة واضح الوزير ان مشروع تطوير منطقة مثلث مزبيرو ويشمل مشروع الابراج بمنطقة مزبيرو مضيفا انه جاري ايضا تنفيذ مشروع ابراج النيل وابراج مزبيرو استقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة صالح الشيخ الممثل المقيم للبرنامج الانمائي لأمم المتحدة بمصر يرافقه اعضاء من المكتب الاقليمي للبرنامج للدول العربية والذي يقوم بالزيارة لعدة جهات حكومية خلال الفترة الحالية وذلك لبحث اوجه التعاون في اطار المشروعات التي ينفذها البرنامج في مصر والمنطقة العربية تناول اللقاء سبل تعزيز جهود الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في مجال الاصلاح الاداري والتحاول الرقمي وتضيق معايير الحوكمة في القطاع الاداري للدولة تراجعت مؤشرات البرصة المصرية لدى ختم تعاملات جلسة اليوم اخر جلسات الاسبوع وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب بينما مال التعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع سجل رأس المال السوقي للشركات المقايدة بالبرصة مستوى 2 تريليون 189 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 42.36 مليار جنيه تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.33% إلى مستوى 30762.43 نقطة أما اي جي اكس 70 فتراجع بنسبة 47.100% إلى مستوى 7468.76 نقطة أما اي جي اكس 100 فتراجع بنسبة 55.100% إلى مستوى 10642.21 نقطة قالت وزارة المالية الإسرائيلية أن عجز الميزانية بلغ 8.8 مليار شكل أي ما يعادل 2.34 مليار دولار في سبتمبر وأرجعت ذلك إلى ارتفاع النفقات لتمويل المعارك في قطاع غزة ولبنان وارتفع العجز في الأشهر الـ 12 حتى سبتمبر إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.3% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله وتجاوز الإنفاق على الحروب 103 مليارات شكل أي ما يعادل 27 مليار و350 مليون دولار قال محافظ البنك الملكزي الكيني إن الحكومة الكينية تتوقع حصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام الجاري عشرين وعشرين وتجري كينيا حاليا محادثات مع الصندوق للنظر في دمج التقييمين السابع والثامن لبرنامج الدعم موضحا أدنى المناقشات في مراحلها النهائية وأن الإطار المالي قد تم الاتفاق عليه وترسلت كينيا وصندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الموظفين بشأن التقييم السابع للبرنامج والذي تبلغ قيمته 3.6 مليار دولار تسببت ظروف التقص القاسية في تقليص إنتاج القمح في كبرى الدول المصدرة مما يخفض المخزونات التي كان من المتوقع بالفعل أن تصل إلى أدنى مستوياتها في 9 سنوات ويقود لارتفاع الأسعار وتظهر بيانات أمريكية أن مخزونات القمح العالمية انخفضت من أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل 5 سنوات بعدما ألحق سوء الأحوال الجوية الضرر بالإنتاج حيث خسرت الأرجنتين وأستراليا المصدرين الكبيرين في نصف الكرة الجنوبي ملايين الأطنان من إنتاج القمح بسبب الجفاف والسقيع فضل عن تأثير نخص الرطوبة على زراعات محصيل 2025 في روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة قال الرئيس روزيف لديمير بوتين أن البطالة في روسيا عند مستوى الصفر في الوقت الراهن وأكد بوتين على ضرورة زيادة كفاءة الإنتاج بفتح المنشآت الصناعية موضحا أن هناك نقصا في العمالة في البلاد واستطرد أن البطالة عند مستوى منخف التاريخي في البلاد مشيرا إلى أن افتتاح منشآت إنتاج جديدة ذات تكنولوجيا عالية يعد خطوة في الاتجاه الصحيح كشف تقرير الاقتصادي إيطالي عن ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا في إيطاليا خدل أغسطس الماضي بنسبة 1 من 10% مقارنة مع يوليو الماضي وأوضح المعهد الإيطالي للإحصاء أن الفترة من يونيو إلى أغسطس شهدت في المتوسط انخفاضا في مستوى الإنتاج بنسبة 1 من 10% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة إلى أسواق النفط العالمية حيث ارتفعت أسعار النفط على خلفية مخاوف من احتمالات تعطل الإندادات في منطقة الشاق الأوسط وسط تقارير عن عزم إسرائيل توجيه ضربة لإيران وذلك إلى جانب زيادة الطلب على الوقود في ظل عاصفة كبيرة بفلوريدا ارتفعت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيك برينت 37 سنة إلى مستوى 76 دولار و95 سنة كما وصل الخام الأمريكي إلى مستوى 73 دولار و59 سنة للبرميل إلى أسواق المعادن النفيسة حيث ارتفعت أسعار الذهب وسط ترقب المتعاملين لبيانات تدخم أمريكية من المقارنة صدرها في وقت لاحق من اليوم بحثا عن مؤشرات حول المصار الذي سيتبعه مجلس تحتياط الاتحادي بشأن السياسة النقضية صعد الذهب في المعاملات الفورية 2 من 10% إلى مستوى 2613.7 دولار أما الفضة فوصلت إلى 30 دولار و48 سنة والبلتين وصل إلى 959 دولار و56 سنة ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل لين مع تزايد ثقة الأسواق في النهج المتأني الذي يتبناه البنك المركزي الأمريكي لاتخاذ مزيد من خطوات التيسير النقضي حتى مع ترقب تقرير التدخم وارتفعت العملة الأمريكية لمستوى 149.40 ين فيما استقر اليورو عند مستوى دولار و94 من الألف من الجنيه الاستليني أما الاستليني فسجل 1.306 من العشرة ألاف في المئة وفي نهاية هذه الجولة الاقتصادية ستذكر معكم أهم العنوين رئيس الوزراء يجري جولة تفاقدية موسعة لعدد المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الأخصر وزارة المالية الإسرائيلية تعلن ارتفاع عجز الميزانية إلى 8.5% في سبتمبر بسبب نفقات العدوان على قطاع غزة ولبنان صعود أسعار النفط العالمية بفعل مخاوف من احتكاك إسرائيلي إيراني وعصفة بالولايات المتحدة شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء